مساء الله خير أصدقائي و أهلا وسهلا فيكم من جديد من قناة قناة لي بالفترة الأخيرة لاحظت أنه في كتير ناس محتارة للأسف بين جهاز ريدمي نوت 11 برو الجديد النزل من شاومي مؤخرا وبين جهاز بوكو اكس تري برو اللي بيجي بالمعالجة الجبار سنار دراجونت مع مية وستين هذول الجهازين اتنين هم جيدين اتنين هم اقوية كل واحد بيتمتع بمميزات وخصائص معينة بيتميزه عن الجهاز التاني يعني ما في جهاز بالمطلق أفضل من الجهاز التاني لكن في جهاز مخصص لفئة معينة وجهاز أيضا مخصص لفئة معينة تانية فبهذا الفيديو رح نوضح كل جهاز لمين مخصص أو كل جهاز لأي فئة موجه تحديدا ورح نحكي عن كل مميزات وعيوب هذول الجهازين وأكيد رح نحكي بنهاية الفيديو أي واحد يعتبر الأنسب أو الأحسن وشوية نصائح مثل عادة بس قبل ما نبلش بهذا الفيديو تعملنا لايك صغير تشترك بالقناة فعل زر الجرس خلينا نبلش سوا خلينا نبلش بشاشات هاي الأجهزة بالبداية جهاز ريدمي نوت 11 برو بيجي بشاشة بحجم 6.67 من نوع سوبر أموليد مع 120 هرتز كهرتزية شاشة طبعا هرتزية متغيرة أيضا جهاز بيجي ب700 نتز كضاءة شاشة والجهاز بيجي على طبقة حماية غوريلا غلاس فاي وطبعا هاي الشاشة تكونها سوبر أموليد وتدعم الالويز اون ديز بلاي يعني شاشة تشتغل هي ومقفلة أيضا جهاز البوكو اكس تري برو بيجي بحجم شاشة 6.67 نفس الحجم تماما لكن بيجي من نوع IPS LCD مع 120 هرتز كمان هرتزية متغيرة في تحكم فيها على كيفك وأيضا الجهاز بيجي ب450 نتز كإضاءة شاشة والحيو اللي مميز فيه كان هذا الجهاز أنه جاي بطبقة حماية غوريلا غلاس 6 هي الطبقة التي تعتبر جدا ممتازة ضد الخدوش وضد الكسب وطبعا هذا الجهاز لأنه شاشته بتيجي IPS فهو ما بيجي عمل اون ديز بلاي يعني شاشة ما بتشتغل ما بتعطيك أي إشعارات لأنها بتجي من هذا النوع طبعا هذه الشاشتين كل وحده فيها شي مميز إذا بتنتبهوا شاشة البوكوكس 3 برو طبقة الحماية اللي عليها قوية جدا القوريلا غلاس 6 لكن شاشة النوت 11 برو ألوانها أحلى أكثر جمالية مشبعة أكثر لمشاهدة المحتوى أو للألعاب أو لأي شي كان فبالنسبة لهذه الشاشتين لأن الأمانة بتفضل شاشة ردمي نوت 11 برو صح طبقة الحماية تجي أضعف شوي لكن أكيد الألوان بتكون أفضل الشاشة أفضل النتزي اللي فيها أيضا أعلى وازلتا نحكي عن المعاجهات اللي هو أكبر اختلاف بين هدول الجهازين جهاز ردمي نوت 11 برو بيجي بمعالج سناب دراجون 695 بمعمارية 6 نانومتر ومعالج رسومي أدرينو 619 بينما جهاز البوكوكس 3 برو بيجي بمعالج سناب دراجون 860 بمعمارية 7 نانومتر ومعالج رسومي أدرينو 640 لاك شيء قديم لكن لحد الآن بيقدم أداء جدا ممتاز يعني إذا عملنا مقارنة بيناتهم بالنسبة لنقاط الانتو تو فالسناب دراجون 860 أو البوكوكس 3 برو بيعطي أفضل بـ 40% من جهاز ردمي نوت 11 برو مع العلم أنه النوت 11 برو أحدث بس المعالجة بيجي أضعف من جهاز البوكوكس 3 برو أيضا إذا قررنا من ناحية الألعاب فالبوكوكس 3 برو بيفتح على أعلى فريمات مثلا لعبة مثل لعبة بوبجي بتفتح معك للـ 60 فريم وفي ناس شغلتها على 90 فريم حتى بينما جهاز ردمي نوت 11 برو بيفتح أعلى الشيء 40 فريم ففي فرق طبعا بالتأكيد بين الـ 40 وبين الـ 60 فريم من ناحية الألعاب فإذا أنت كثير هاوي ألعاب وكثير هاوي أداء فأكيد جهاز البوكوكس 3 برو هو خيارك للأنسب لكن إذا بدك جهاز متوازن بالفئة المتوسطة أو متكامل يعني في جهاز هذا الـ 111 برو أيضا يعتبر جيد وخلينا نتكمل المقارنة لنشوف شو في فروقات تانية بين جهازين ممكن تغير رأيك لأدام شوي طبعا إذا أنت أنا نحكي عن تصميم وديزاين والشكل فجهاز البوكوكس 3 برو إذا تذكروا كان غطاء طبعه بلاستيكي وبلاستيكي كان يعمل مشكلة بالستيروس بيكار لما تعلي الصوت الأخير شوي تحس بإهتزاز من الظهر أو من الغطاء الخلفي للجهاز هاي مشكلة بعض الناس عانت منها طبعا بس لما ترفع الصوت الأخير هاي المشكلة ما موجودة أبدا بجهاز الـ 11 برو لأنه بيجي غطاء الخلفي من الزجاج فالجهاز شوي بيجي أمتن أو أفضل هاي واحدة من المشاكل اللي ممكن تواجهها بالبوكوكس 3 برو إذا فكرت تشتري طبعا ممكن تكون مزعجة لبعض الناس ممكن تكون مالها مزعجة بس لازم أكيد تخبركم فيها خلال المقارنة طبعا بالنسبة للتصميم الشكل فبوكوكس 3 برو بيجي بحواف منحانية تصميم السنة الماضية أما جهاز النوت 11 برو بيجي بحواف حادة يعني تريند لـ 2022 وبالنهاية التصميم والديزن بالشكل اللي بيعتمد عليك انت شو التصميم اللي بتحبه أو شو التصميم اللي بتفضله هذا الشي بيرجع إليك طبعا بالنسبة للبصمات فالحلو بيجي هازين انه اتنين هم بيجوا بصماتهم جانبية تقريبا نفس الأداء اتنين هاتهم بيفتحوا بسرعة تفتح جيدة ممتازة ما فيها أي تأخير وأي طباطة والجهازين أداءهم جدا ممتاز بيفتح البصمة واتنين هم جيدين للصراحة وما وجهت معهم أي مشكلة وبالنسبة للتخزين والرام في جهاز الريد مينو 11 برو بيجي بسعة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام وسعره اليوم بالاسواء 270 دولار طبعا هاي نسخة 5G في نسخة 4G بيجي بغير معالج وبتيجي بسعر أرخاص لكن احنا مقارنتنا اليوم مع نسخة 5G والاختلاف بناتهم فقط المعالج وانه بيدعم 5G او بيدعم 4G ففيك تكمل المقارنة بس تغير المعالجات وتغير السعر أما بالنسبة للجهاز البوكو اكس تري برو فبيجي بسعر تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام وسعره اليوم بالاسواء 245 دولار فيعني البوكو اكس تري برو بيعطيك سعر تخزين أكبر وبيسعر نسبيا أرخص شوي من نسخة نوت 11 برو 5G وطبعا الجهازين متوفرين بكل تأكيد عن شركة النيزة كي حترك لكم رابط الصفحة موجود بسندول وصف فعنده بتوصيل لكافة انحالرة وازالتاني يحكي عن كاميرات فجهاز ردبي نوت 11 برو 5G بيجي بثلاث كاميرات الساسية بتجي 108 ميجا سانوية بتجي 8 ميجا للترا وايد والثالتة بتجي 2 ميجا والجهاز بصور 1030 فريم بالثانية طبعا الجهاز الصوره حلوة ناخد فيه عدة صور بالتقطتها من عدة زوايا مختلفة وبمناطق كثيرة صراحة الصورة كانت جيدة مقبولة يعني نفسها كاميرا 108 شفناها بالنوت 10 برو ما كان فيها تغيير لانه السنسور نفسه معايج مكتير اقوى يعني خوارز مية افضل بشي بسيط بس صور جدا مقاربة لجهاز النوت 10 برو وشاومي هالسنه بسلسلة النوت 11 ما ركزت على الكاميرات ركزت على تطوير جوانب تاني بالجهاز بينما جهاز البوكو اكستري برو بيجي باربع كاميرات الاساسية تجي 48 ميجا السنوية تجي 8 ميجا الترا وايد والثالثة تجي 2 ميجا للماكرو والاخيرة تجي 2 ميجا للعزل والجهاز بيصور 4K 30 فريم بالثانية فكتصوير فيديو جهاز البوكو اكستري برو افضل من النوت 11 برو لكن بالصور العادية ممكن تلاحظ ان النوت 11 برو افضل بشي بسيط من البوكو اكستري برو لانه يعني سنسور احداث 108 ميجا فشوي الصور بتكون افضل ودقتها شوي اعلى لما بتزون فيها او لما بتكبر فيها الصورة لكن من ناحية الديناميك رينج من ناحية التصوير ما فيها الفرق اللي كتير واو والكتير ضخم يعني بين الصورتين او بين الكاميرتين فايضا صور البوكو اكستري برو كانت جيدة وحلوة ومبولة بفئته السعرية وازالترنا نحكي عن البطارية والشحن فجهاز ردمي نوت 11 برو بيجي بطارية بحجم 5000 ميلي امبير وبسرعة شحن 67 واط والجهاز بيشحن من الصفر لـ 50% بـ 15 دقيقة فقط بينما جهاز البوكو اكستري برو بيجي بطارية بحجم 5160 ميلي امبير مع سرعة شحن 33 واط والجهاز بيشحن من الصفر لـ 59% بـ 30 دقيقة في فرق شوي بسرعات الشحن ما يقارب 15 دقيقة بين جهاز وجهاز خلال 50% كتعبئة يعني ما يقارب فرق نصفر بسرعة الشحن بين هذول الجهازين وممكن تكون مهمة هاي سرعة الشحن للناس تطفي عندها الكهربا وممكن تكون عادية يعني لبعض الناس بيستغنوا عنها مقابل شغلات تانية فهي كلها كانت الفروقات بين جهاز البوكو اكستري برو وبين جهاز ردمي نوت 11 برو وميجي لفقرة انه اي واحد افضل او اي واحد يستحق الشراء بيناتهم للصراحة كل واحد من بيناتهم مخصص لفقا معينة يعني اذا انت جيمر بحث ومثلا بتحب الالعاب وبدك جهاز فقط للالعاب فاكيد البوكو اكستري برو هو خيارك الافضل فحيعطيك افضل اداء بالالعاب وافضل بكتير من النوت 11 برو لكن اذا انت مثلا بدك جهاز فقا متوسطة جهاز مقبول بشاشة الوانها حلوة بتصميم ديزاين جديد استخدام مقبول يعني للسوشال ميديا للواتس اوب انستغرام يعني متلا بيقولوا جهاز متكامل نوعا ما بالفئة المتوسطة في جهاز الريدميوت 11 برو ايضا خيار جيد وحلو هذا كان كل شي عن جهاز الريدميوت 11 برو وعن جهاز البوكو اكستري برو انتوا كتبوا لي بالتعليقات اي واحد اخترتوا او اي واحد بتفضلوا بينه دول الجهازين واذا عندكم مقارنة بينهم وبين اجهزة تانية يالا كتبوا لي ايهم لانو عندي شوية وقت ممكن بفترة قادية بنساوي لكم مقارنات لقدامنا شوي بتمنى كونوا استمتعتوا بهذا الفيديو بتمنى ايضا كونوا استفدتوا منه اذا استفدتوا منه لا تنسوا تعمونا بلايك تشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس تضغطوا زر الاعجاب نراكم الفيديو القادم الى اللقاء